بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيكم العافية وطبعاً مسيرتنا في المئوية الثانية مسيرة طويلة بدنا نركز على التطوير السياسي والاقتصادي وبنفس القوة الإداري وهذا التطوير عملية متكاملة سيارة القانون بتشكل الأساس لأي تحديث وتطوير مسيرة الإصلاح في وطننا مستمرة عبر التاريخ وإحنا نواصل البناء على جهود الأباء والأجداد وسيكون ابن حسين إلى جانبي للاستمرار في نهج التحديث والتطوير أنتوا أصحاب خبرة كبيرة وبتمثلوا مختلف الأطيار والتوجهات السياسية وهذا راح يكون له إنعكاس إيجابي إن شاء الله على مخرجات الأجداد أمامكم مسؤولية كبيرة هدفنا تطوير المنظومة السياسية وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين ومسيرة الأردن الديمقراطية لازم نحدد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي ويكون في خطة واضحة لتحقيق أهدافنا ونوضح لكل المواطنين لأين نحن رايحين بدنا برلمان من أحزاب برامجية قوية ولا يبض أيضاً من إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ودور الشباب والمرأة في الحياة العامة مثل ما أكدت برسالتي أنا حكيت أكثر من مرة الأبواب مفتوحة لكل الأفكار والمقترحات وما نريده الجلوس على طاولة الحوار وهنا بدي أوضح تكون مصلحة الأردن مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساسي أملي نشوف الأردنيين جزء مهم في الحياة السياسية وواثقين بالعمل الحزبي هذا المصار السياسي يجب أن يتزامن مع المصار الاقتصادي وما حكيت الإداري وأنا طلبت من الحكومة أن تقوم خلال الأسابيع القادمة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح بجدول زمني للعامين القادمين يضمن هذا البرنامج العمل مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمة التي مرت بها قطاعاتنا وتحقيق مستوى النمو والتشغيل اللازم لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس كل التوفيق بمهمتكم الوطنية أمامنا شغلة كثير مع المؤسسات الأخرى كل الدعم مني لكم بجهودكم وشكرا وألا يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر